المسألة الثالثة من مسائل تغيرات الدوال الكسرية الحدودية في الصفحة 151 المسألة الثالثة تقول يكون سي الخط البياني للدالي Fx التي تساوي 2x على x ناقص 1 للتربية والمطلوب أيضاً رح نحل كل طلب على حدة الطلب الأول ادرس تغيرات الدالي F ونظم بها جدول واستنتج المستقيمات المقاربة الخطسة الموازية المحاور الإحداثية وادرس الوضع النسبي الخطسي مع كل مقارب وجدها انظروا طلاب نريد دراسة التغيرات واستنتاج المقاربات طبعاً لدراسة التغيرات يلزمني مجموعة التعريف هذه ذلك سري حدودي معرف لما المقام لا يساوي صفر F معرف في إمتا؟ لما x ناقص 1 للتربيع لا يساوي صفر لما نعده من x ناقص 1 للتربيع معناته بنعدم لما x ناقص 1 يساوي الصفر ومنه x يساوي الواحد يعني مجموعة التعريف رح تكون DF هي R فرق الواحد اللي هي من ناقص لا نهاء إلى الواحد مفتوح اجتماع من الواحد مفتوح حتى الزائد ما لا نهاء وهذه ذلك كسرية حدودية ذلك مرجعية مستمرة واشتقاقية على مجموعة التعريف نوجد النهايات على أطراف المجالات المفتوحة لكي نستنتج المقاربات رح وجد النهاية عند الناقص لا نهاي وعند الواحد من اليسار وعند الواحد من اليمين وعند الزائد لا نهاي نهاية Fx لما x تسعي للناقص لا نهاي الحد أعلى بالبسطة على الحد الأعلى بالمقام شوفوا طلابنا الحد الأعلى في المقام أنا فكيت المتطابقة في المقام مربع الأول ناقص 2 بالأول بالتاني زاد مربع الثاني يعني صار عند المقام هو x مربع يعني نهاية 2x على x مربع لما x تسعي للناقص لا نهاي X على X مربع يبقى عندي X بالمقام يعني نهاية 2 على X نهاية 2 على X لما X تسعى إلى الناقص لا نهاية عدد على نهاية والتي تساوي 0 النتيجة 0 معناته Y يساوي 0 مقارب أفق الخطس في جوار الناقص لا نهاية نحسب النهاية عند الواحد نهاية F X لما X تسعى إلى الواحد بقيام أصغر هي نهاية 2X على X ناقص 1 للتربيع لما X تسعى إلى الواحد بقيام أصغر انظروا طلاب 2 بواحد 2 على 1 ناقص 1 صفر للتربيع بغض النظر عن إشارة الصفر باعتباره صفر للتربيع رح يكون صفر موجب بغض النظر عن إشارة الصفر إحنا بشان ما نتعذب كتير بمعرفة إشارة الصفر هذا صفر للتربيع صفر للتربيع هو صفر موجب 2 بواحد 2 على صفر موجب 2 على صفر لا نهاية والموجب على الموجب موجب الجواب سائت لا نهاية النهاية لا نهاية عندها نقطة أستنتج أن إكس يساوي الواحد مقارب شاقولي للخط سي والخط على يسار المقارب نجد النهاية عند الواحد منها اليمين نهاية إف إكس لما إكس تسعى إلى الواحد من اليمين نتذكر قاعدة الربط كانت إف إكس يساوي 2 إكس على إكس ناقص واحد للتربيع النهاية من اليمين منعوض 2 بواحد 2 على صفر باعتباره صفر للتربيع فهو صفر موجب 2 على صفر موجب الجواب زائد لا نهاية أيضا إكس يساوي الواحد مقارب شاقولي للخط سي والخط على يمين المقارب بقيت عندي النهاية عند الزائد لا نهاية نهاية إف إكس لما إكس تسعى إلى الزائد لا نهاية هي نهاية اثنين إكس على إكس مربعة لما إكس تسعى إلى الزائد لا نهاية الحد لا لا إكس على إكس مربعة بقى عندي إكس معتو نهاية اثنين على إكس والتي تساوي عدد على نهاية صفر معناة Y يساوي الصفر مقارب أفق الخطس في جوار الزائد لا نهاية الآن أوجد الدالة المشتقة الفتحة X في الحقيقة لكي تسهل علي عملية الاشتقاق بدنا نفك المتطابقة الموجودة في المقام يعني عندي 2X على X مربع ناقص 2X زائد 1 على القوس فتحة هذا المشتق نطبق عليه مشتق اسم الدالتين مشتق البسط بالمقام ناقص مشتق البسط بالبسط على مربع المقام مشتق البسط 2 بالمقام X مربع ناقص 2X زائد 1 ناقص مشتق المقام 2X ناقص 2 مضروبي بمين؟ بـ 2X رح أكتب 2X على اليسار 2X مضروبي بـ 2X ناقص 2 على X مربع ناقص 2X زائد 1 بالتربيع بيصير معي طلاب والتي تساوي انظروا 2X مربع ناقص 4X زائد 2 ناقص 2X مربع أو ناقص 4X مربع ناقص 4X ناقص بالناقص زائد معه زائد 4X على X مربع ناقص 2X زائد 1 للتربيع ما أنا شايفين نجمع الحدود المتشابهة 2X مربع ناقص 4X مربع هي ناقص 2X مربع ناقص 4X وزائد 4X راحه طف عندي زائد 2 ناقص 2X مربع زائد 2 على X مربع ناقص 2X زائد 1 للتربيع معناته الفتحة X طلاب هي ناقص 2X مربع زائد 2 على X ناقص 1 أس 4 متطابقة اللي أنا كنت كاتبها للتربية كتبتها X ناقص 1 أس 4 نفس الشيء هذا هو المشتق بدنا ندرس إشارته منعدمه الفتحة X يساوي 0 معناته ميل بدين نعدم البسط ناقص 2X مربع زائد 2 يساوي 0 بدي حل هاي المعادلة بخرج ناقص 2 لبرة ناقص 2 بX مربع ناقص 1 يساوي 0 الناقص 2 ما راح تنعدم اللي راح ينعدم هو القوس X مربع ناقص 1 يساوي 0 أحصل على حلين إما X يساوي الواحد أو X يساوي ناقص 1 الواحد لا ينتمي إلى مجموعة التعريف ما فيني أوجد صورته بوجد صورة ميل بوجد صورة F الناقص 1 F الناقص 1 طلابنا هاي هي F X F X كاتبها في أعلى الشريحة هي هنا 2X على X ناقص 1 التربيع عوض 2 بناقص 1 ناقص 2 على ناقص 2 للتربيع 4 ناقص 2 على 4 والتي تساوي ناقص نص المشتق العدم عند الواحد والناقص 1 الواحد ما بينتمي إلى مجموعة التعريف نعم ما منوجد صورته أوجدنا صورة الناقص 1 وإشارة F فتحة من إشارة مين من إشارة البساط لأن المقام موجب بسبب التربيع انظر إذن إشارة المشتق من إشارة البسط لأن المقام موجب بسبب التربيع البسط هو ناقص 2X مربع زاد 2 عدم عند الناقص 1 والواحد بين الحلين بين الناقص 1 والواحد راح تكون إشارته موجبي وخارج الحلين إشارته سالبي بين حلين إشارته وافق وخارج حلين إشارته وافق بين حلين إشارته وخالف وخارج الحلية الإشارة توافق بيصير معي طلابنا جدول التغيرات X F X F X X مجال الدراسي من ناقص لا نهاية للزائد لا نهاية عند الواحد ما في تعريف شوفوا طلابنا فرق الواحد وضعتهم الأسلاك الشاي كيف بنوضحها هون بالقلم أنظر أنه هون أنا ما عندي تعريف المشتق عند الناقص واحدا عدم وعند الواحد غير إشارته بين الحلين الإشارة موجب تخالف إشارة التربية وخارج حلين سالب النهاية عند الناقص لا نهاية حسب ما طلعت معي صفر صورة الناقص واحد طلعت معي ناقص نص النهاية عند الواحد من اليسار زائد لا نهاية ومن اليمين زائد لا نهاية والنهاية عند الزائد لا نهاية صفر من الصفر للناقص نص الدالي متناقصة من ناقص نص لزائد لنهاية متزايدة من الزائد لا نهاية للصفر أدى لمتناقصة نعم دائما الأسهم لازم يطابقه إشارات التزايد وإشارات التناقص لازم يطابق الموجب والسالم بمعاني النظر طلابنا في جدول التغيرات ما هي القيمة الحدية الموجودة عندي هون لو وجهت السؤال لكم عماد امراد نعم يا عماد شو عندي هنا هون قيمة حدية من خلال الجدول الناقص واحد تنسى ويناقص نص نعم ما هي قيمة صغرى محلية وهي الشاملة ممتاز ممتاز عماد قيمة صغرى محلية وشاملة لشو زمينا قال عنها شاملة لحظة طلابنا الدالة كانت عند الصفر نزلت للناقص نص وطرعت للزائد للنهاية بعديا من الزائد للنهاية نزلت على الصفر يعني أصغر قيمة لف اكس هي الناقص نص كيف بعبر عنه بأن أقول ف الناقص واحد يساوي ناقص نص قيمة صورة محلية وشاملة غيرا لا يوجد أي قيام حدية الآن لدي الطلب الثالث يقول أوجد معادلة المماس للخطسي للدالة في النقطة التي فاصلتها اكس يساوي صفر أوجد معادلة المماس للخطسي للدالة في النقطة التي فاصلتها اكس يساوي صفر جميعنا الطلاب يعلم لإيجاد معادلة المماس شو بيلزم ليه يلزمنا نقطة وميل النقطة إذا الإيجاد مواطنة ماس يلزموني نقطة وميل النقطة شو عطاني؟ عطاني إكساتها بحصل على الوايات الواي هي Fx وأنا عندي هون Fx هي مين؟ 2x على x ناقص 1 للتربيع والميل من هو الميل؟ هو المشتق عند فاصلة نقطة التماس الميل متذكروا الفتحة إكس شو كان؟ كان ناقص 2x مربع زاد 2 على x مربع ناقص 2x زاد 1 أس 4 إذن أنا عبقول لإيجاد معادة ماس يلزموني نقطة وميل عندنا الإكسات يساوي صفر الوايات رح تكون صورة الصفر الواي هي F الصفر بعوض في عبارة F ها هي قاعة ربط الـ F 2 بصفر صفر على 1 صفر F الصفر يساوي صفر معنا نقطة التماس طلابنا هي الصفر صفر الميل هو الفتحة عند الصفر ها هي قاعة ربط المشتق اللي حصت عليها من شوي بعوض كل إكس بي صفر صفر زاد 2 على صفر ناقص 2 زاد 1 أس 4 يعني عملياً 2 على 1 والتي تساوي 2 الآن نعوض في معادلة المماس كلياتنا بيعرف معادلة المماس دين قطين الواي ناقص Y صفر يساوي M بـ X ناقص X صفر نعوض الواي ناقص صفر يساوي 2 بـ X ناقص صفر دخل على القوس أحصل على المستقيم دين قطين Y يساوي 2X أحصل على المستقيم ويساوي 2X إيجاد معادلة المماس يلزمني نقطة وميل الطلب الرابع طلب الثالث أرسم كل مقارب وجدته ثم أرسم C طلب السابق الحلينه هذا كان الطلب الثاني الآن طلب الثالث أرسم كل مقارب وجدته ثم أرسم C واستنتج رسم الخطسي واحد للدالي F1X التي تساوي ناقص 2X على X سائد واحد بالتربية أول شيء خلونا بالرسم الرسم أول شيء بدي يرسم المقاربات شو عندي مقاربات في عندي Y يساوي صفر وفي عندي X يساوي الواحد نقاط مساعدي من الجدول عنده النقطة ناقص واحد فاصلي ناقص نص ما عندي غيرها نتذكر قاعدة الربط FX هي 2X على X ناقص واحد للتربية بنعده من X بنحصى على Y بنرجع بنعده من Y بنحصى على X لما X يساوي صفر لاحظوا طلابنا F0 هي صفر على عدد والتي تساوي الصفر معنات وانا حصلت عن نقطة صفر صفر بنرجع بنعده من Y لما الواي يساوي الصفر معناته FX ساوت الصفر يعني البسط ساوي الصفر 2X يساوي الصفر ومنه X يساوي الصفر يعني عمليا ما جبنا شيء جديد نقطة هي هي عمليا ما عندي غير النقطة صفر صفر هي نقاط التقاطم على المحاول الاحداثي غيرها ما في ارسم المستوي الاحداثي لحظة هذا هو المستوي الاحداثي هذا مستوي OXY اضع تدريجات استخدم المصدر والقلم اثناء الرسم وأحرص على الرسم الدقيق بقدر ما بحرص على النقاط المساعدي الآن أرسم المقاربات شو عندي مقاربات في عندي Y يساوي صفر Y يساوي صفر هذا هو المقارب اللي هو محور الاكسات Y يساوي صفر وعندي كمان X يساوي الواحد هذا المستقيم X يساوي الواحد النقاط المساعدة الموجودة عندي الناقص صفر صفر والناقص واحد ناقص نص عندي هاتين النقطتين الرسم طلابنا رح يصير بناء على جدول التغيرات رح ارجع ارسم الجدول ونتذكر أنا وياكم شو ما نرسل طبعا X الفتحة X هذا هو الجدول FX مجال الدراسي من ناقص لا نهاية حتى الزائد لا نهاية انظر عند الواحد كان ما في تعريف عند الناقص واحد نعدل المشتاق هون كان موجب هون كان سالب النهاية عند الناقص لا نهاية صفر صورة الناقص واحد ناقص نص هون عندي زائد لا نهاية وهون زائد لا نهاية وهون صفر متناقصة متزايدة متزايدة رح ارسم انطلاقا من جدول التغيرات لما X كانت بالناقص لا نهاية قديش الوايات الوايات كانت صفر شوفوا انا مبلش من اقصر يسار والخط تناقص من تلحت بيتناقص لما X تصل نحن ماشيين بتجاه اليمين X تصل الى الناقص واحد الواي بتوصل الناقص نص وبترجع بتطلع عندما X تصل الواحد فان الواي رح تمر بالنقطة المساعدي وتتزايد حتى تنتهي في اللا نهاية اذا من ناقص لنهاية كانت الواي صفر ناقصت مرة بالناقص نص ورجعت زايدة عند الـ X وصلت على الواحد الوايات راحت على الزائد لنهاية نجي على القسم الثاني لما X انتهت عند الواحد من اليمين الوايات زائد لنهاية نعم الوايات زائد لنهاية وتناقصت طبعا من الزائد لنهاية لصفر تناقص من الزائد لنهاي واتناقصت لما X تصل إلى الزائد لنهاي فإن ال-Y تنتهي عند صفر فيكون الرسم الدقيق لهذه الرسمة انظروا هو الخط الملون باللون الأزرق انظروا طلابنا هذه الخطين المفصلين الملونين باللون الأزرق يمثلان الخط البياني للدالي بعدما رسلنا المقاربات واخدنا النقاط المساعدي صار الرسم بناء على جدوال التغيرات عبيطلب مني هلأ استنتج رسم الخط البياني C1 للدالي F1X اللي هي ناقص 2X على X زائد 1 للتربية كذلك الأمر فينا نقول فكرة الحل هي إيجاد علاقة تربط F1X بFX إذن استنتاج رسم C1 إيجاد علاقة تربط F1X بFX F1X طلابنا هي ناقص 2X على X زائد 1 للتربية وFX مين هي الدالي المدروسي 2X على X ناقص 1 للتربيع بمعان النظر في هاتين الدالتين أريد العلاقة اللي بتربط F1 بF هون في عندي ناقص وهون صار عندي زائد لذلك أنا عابقول في عبارة F رح استبدل كل X بناقص X من علاقة F نستبدل كل X بناقص X بده F الناقص X قديش بتساوي F الناقص X طلابنا هي 2 بناقص X على ناقص X ناقص 1 للتربيع 2 بناقص X هي ناقص 2X رح أخرج الناقص عام المشترك من جوات المتطابقة الجوات القوس صار عندي ناقص 2X على ناقص X زائد 1 للتربيع التربيع للناقص والقوس للX زائد 1 التربيع بينزل على السالب وبينزل على القوس نزل على السالب راح السالب مربع السالب موجب صار عندي ناقص 2X على X زائد 1 للتربيع صار عندي ناقص 2X على X زائد 1 للتربيع ناقص 2X على X زائد 1 للتربيع هي F1X هذا يعني أن F1X هي F الناقص X حصلت على قاعدة ربط F1 باستبدال كل X بناقص X ولما أستبدال X بناقص X أنا عملياً عبناظر بالنسبة لمين أنا عملياً عبناظر بالنسبة لمحور التراتيب وعليه أستطيع القول إن C1 خط الدال لF1 هو نظير C خط الدال لF بالنسبة لمحور التراتيب OY C1 خط F1X هو نظير C خط F بالنسبة لمحور التراتيب إذن فكرة الحل هي إيجاد علاقة تربط F1X بFX وصلنا إلى الطلب الرابع الذي يقول استنتج من رسم الخط البياني للدال لFX أن للمعادة لFX يساوي اللمدة حل وحيد وذلك أياً كانت لمدة تنتمي إلى R قاعدة ربط الدال لي كانت FX التي تساوي 2X على X ناقص واحد للتربية خطها البياني C كان بهذا الشكل هذا الخط أو المنحن الملوم باللون الأزرق المطلوب مننا في هذا الطلب هو أن نناقش الحلول البيانية للمعادة لFX يساوي اللمدة اللمدة وسيط حقيقي اللمدة وسيط حقيقي من R اللمدة تساوي FX يعني اللمدة تتحرك على محور التراتيب على محور OY من القصة النهاية حتى الزائد لا نهاية كيف أناقش الحلول البيانية للمعادة لFX التي تساوي اللمدة لما اللمدة تتحرك على محور التراتيب أقول الحلول البيانية للمعادة لFX يساوي اللمدة هي فواصل نقاط تقاطع المستقيمات الأفقية ويساوي اللمدة مع خط الدالي إذن الحلول ندونه هنا الحلول البيانية للمعادة لFX يساوي اللمدة هي فواصل نقاط تقاطع المستقيمات الأفقية Y يساوي اللمدة مع خط الدالي للمدة طلاب رح تتحرك على محور التراتيب كل ما لمدة أخذت قيمي نرسم مستقيم أفقي نرى هذا المستقيم هل يقطع الخط البياني للدالي أم لا رح نحرك لمدة على محور التراتيب رح ابدأ من الأسفل لما لمدة أصغر تماما من ناقص نص يعني المستقيمات الأفقية لمعادة أصغر من ناقص نص هل تقطع الخط البياني؟ لا وجود للخط طالما ما في تقاطع معنات المعادة لمستحيلة الحل إذن لما لمدة أصغر من ناقص نص أرى أن المعادة لFX يساوي اللمدة مستحيلة الحل لمدة رح نحركها للأعلى لما لمدة تساوي ناقص نص برسم المستقيم أفقي لمدة يساوي ناقص نص ويساوي ناقص نص يقطع الخط البياني في نقطة واحدة هي X يساوي ناقص واحد لذلك لما لمدة تساوي ناقص نص أرى أن للمعادة لFX يساوي لمدة حل وحيد هو X يساوي ناقص واحد نستمر إلى الأعلى لمدة أكبر تماما من ناقص نص أصغر تماما من الصفر المستقيم الأفقي ويساوي لمدة رح يقطع الخط البياني في نقطتين معناته في عندي فاصلتين معناته للمعادة لFX يساوي لمدة حلين سالبين أنا مو مطلوب مني إيجاد الحل مطلوب مني فقط ناقص الحلول إذن لما لمدة أكبر تماما من ناقص نص أصغر تماما من الصفر للمعادة لFX يساوي لمدة حلين سالبين نوصل لعند الصفر لما لمدة يساوي الصفر المستقيم الأفقي ويساوي الصفر قطع الخط بكم نقطة؟ نقطة واحدة معناته لما لمدة يساوي الصفر للمعادة لFX يساوي لمدة حل وحيد هو X يساوي الصفر نصعد للأعلى لما لمدة أكبر تماما من الصفر لمدة أكبر تماما من الصفر المستقيم الأفقي ويساوي لمدة ستقطع الخط في نقطتين معناته للمعادة لFX يساوي لمدة حلين موجبين لما لمدة أكبر تماما من الصفر هكذا طلابنا ناقش الحلول البيانية للمعادة لFX يساوي لمدة لمدة تساوي FX معناته لمدة تتحرك على محور التراتيب لحلول البيانية للمعادة لFX يساوي لمدة هي فواصل نقاط تقاطع المستقيمات الأفقية ويساوي لمدة مع خط الدالة مدأنا من الأسفل لما لمدة أصغر من ناقص نص معادة لمدة مستحيلة الحل لمدة يساوي ناقص نص في نقطة واحدة معناته لها حل وحيد لمدة أكبر تماما من ناقص نص أصغر تماما من الصفر يوجد حلين سالبين لأن المستقيم قطع الخط في نقطة لما لمدة يساوي الصفر المستقيم الأفقي قطع الخط بنقطة واحدة معناته للمعادة لحل وحيد لما لمدة أكبر تماما من الصفر معناته للمعادة لحلين موجبين لأن المستقيم الأفقي قطع الخط بنقطة الطلب الخامس محور الأو إكس والمستقيم الشاقولي إكس يساوي ناقص واحد المنطقة المطلوبة هي المنطقة الملونة باللون الأخضر مجال التكامل من ناقص واحد للصفر والسطح يقع تحت محور الفواصل والسطح يقع تحت محور الفواصل ولما يكون السطح واقع تحت محور الفواصل شو هو قانون المساحة؟ أريد الجواب منكم لو وجهت السؤال لزميلي عبد الباري محمد عبد الباري لما يكون السطح واقع تحت محور الفواصل شو قانون المساحة؟ S تساوي التكامل من A إلى B لناقص FxDx أحسنت عبد الباري نطبق هذا الكلام على السطح ونطبق من ناقص 1 للصفر لناقص FxBDx لناقص 2x على x ناقص 1 للتربية إذن S هي التكامل من A إلى B لناقص FxBDx والتي تساوي التكامل من ناقص 1 للصفر لناقص 2x على x ناقص 1 للتربية بDx فينا نحل هذا التكامل إما بالتجزئة وإما بطريق التغيير المتحول إذا بدي حلو بطريق التغيير المتحول بفرض x ناقص 1 هو T نعم ثم أفاضل وأعوض بعدما أعزل X وفينا يطبق التجزئة بأن أفرض اليوم هو 2x والفي فتحة هو 1 على x ناقص 1 للتربية نحن راح نحل التكامل بطريقة التجزئة لذلك ناقص 2 ما طالناها برى التكامل اعتبرناها هون هذا أمر كيفي نفرض اليو x هو ناقص 2x هذا يؤدي بالاشتقاق اليو فتحة هي ناقص 2 الفي فتحة هي 1 على x ناقص 1 للتربية الدالي المستكمل لطلابنا راح تخيلها بهذا الشكل ناقص 2x مضروبي بواحد على x ناقص 1 للتربية يعني هذا اليو هذا الفي فتحة الفي فتحة هي 1 على x ناقص 1 للتربية هذا يؤدي بالتكامل كاملها على قاعدة تكامل ax زائد b us r وذلك بأن أرفع x ناقص 1 للبسط بos ناقص 2 طبق عليها القاعدة 1 على a b r زائد 1 بax زائد b us r زائد 1 يعني 1 على ناقص 2 زائد 1 x ناقص 1 us ناقص 2 زائد 1 يعني ناقص 1 x ناقص 1 us ناقص 1 يعني ناقص 1 على x ناقص 1 هذا هو الفي منعوض دستور التجزئة في i i يساوي u بv بين الناقص 1 والصفر ناقص التكامل من ناقص 1 للصفر لا يوفتحة بv بيصير معي ناقص 2x بناقص 1 على x ناقص 1 يعني 2x على x ناقص 1 بين الناقص 1 والصفر ناقص التكامل من ناقص 1 للصفر لمين؟ لا ناقص 2 بناقص 1 على x ناقص 1 السالب بالسالب موجب مع تهم بقطة إشارة السالب صفة التكامل من ناقص 1 للصفر للصفر ل 2 على x ناقص 1 والتي تساوي لاحظة طلابنا منعوض نحسب المقدار الأول صفر على عدد صفر ناقص منعوض ناقص المقدار الثاني ناقص 2 على ناقص 2 سكر قوس لدي نحسب التكامل الثاني بطالع 2 بره التكامل يصفي عندي تكامل 1 على x ناقص 1 يعني لغارتم المقام بالقيمة المطلقة والبين الناقص 1 والصفر ناقص 2 على ناقص 2 هو 1 بالناقص ناقص 1 ناقص 2 بلغارتم منعوض الحد الأعلى صفر ناقص 1 هو ناقص 1 بالقيمة المطلقة نعم لغارتم الواحد ناقص بنعوض الناقص 1 ناقص 1 ناقص 1 ناقص 2 بالقيمة المطلقة 2 لغارتم 2 معناته عمليا صار عندي ناقص 1 ناقص 2 بصفر ناقص لغارتم 2 يعني صار عندي ناقص 1 زاد 2 لغارتم 2 يعني المساحة هي 2 لغارتم 2 ناقص 1 كيف حلينا التكامل؟ حلينا باستخدام التجزية وأستطيع أن أحل هذا التكامل بطريق التغيير المتحول طلب السادس يقول للطلب السادس استنتج بيانيا حلول المتراجحة إكس أصغر أو تساوي إتنين بإكس ناقص 1 للتربية طلب السادس يقول استنتج بيانيا حلول المتراجحة إكس أصغر أو تساوي إتنين بإكس ناقص 1 للتربية فكرة الحل طلاب إيجاد علاقة تربط المتراجحة المعطات بإف إكس فكرة الحل إيجاد علاقة تربط هذه المتراجحة بإف إكس بدي أوجد العلاقة اللي بتربط هاي المتراجحة بإف إكس أنا بعرف إف إكس قاعدة ربطة هي إتنين إكس على إكس ناقص 1 للتربية بدي أصنع من المتراجحة الطرف الأيمن من قاعدة الربط أنا عندي المتراجحة إكس أصغر أو تساوي إتنين بإكس ناقص 1 للتربية انطلاقا من المتراجحة أقسم الطرفين على المقدار إكس ناقص 1 للتربية بيصير عندي إكس على إكس ناقص 1 للتربية أصغر أو تساوي إتنين أنا بدي أوجد العلاقة اللي بتربط المتراجحة بقاعدة الربط بدي أصنع من المتراجحة قاعدة الربط قسمت الطرفين على إكس ناقص 1 للتربية حصلت على إكس ناقص 1 للتربية أصغر أو تساوي إتنين بيبقى علي بس أضرب بإتنين نضرب الطرفين بالعدد إتنين أحصل على 2x على x ناقص 1 للتربيه أصغر أو تساوي الأربعة 2x على x ناقص 1 للتربيه هي fx يعني هذه المتراجحة هي نفسها المتراجحة fx أصغر أو تساوي الأربعة حلول المتراجحة المعطات هي حلول المتراجحة fx أصغر أو تساوي الأربعة حلول المتراجحة المعطاة هي حلول المتراجحة fx أصغر أو تساوي الأربعة إذن حلول المتراجحة المعطاة هي حلول المتراجحة fx أصغر أو تساوي الأربعة مين حلول المتراجحة fx أصغر أو تساوي الأربعة هنوا الإكسات اللي صورهم أقل أو تساوي الأربعة انظر إلى الخط البياني للدالي أريد الفواصل اللي يصورهم أقل من الأربعة هاي الأربعة حد الفواصل هو مستقيم ويساوي الأربعة وين هن الإكسات اللي يصورهم أقل من الأربعة لاحظ من الخط البيانة انظر إلى نقاط الخط جميع هذه النقاط أبعلم أنا باللون الأسود أعلمها باللون الأسود انظر هذه النقاط اتحقق فواصلها المتراجح المطلوبي وهذه النقاط لأن هاي النقاط الموجودة من الخط كل ياته فواصلها أقل من الأربع معنات من ناقص لا نهاي حتى هذه النقطة أحسن بية إكس واحد اجتماع من هذه النقطة حتى الزائد لا نهاي معنات حلول المتراجعة هي نقاط المجال من ناقص لا نهاي حتى الإكس واحد اجتماع من الإكس اثنين حتى الزائد لا نهاي طيب مين هون الإكس واحد والإكس اثنين الإكس واحد والإكس اثنين هنو حلول المعادلة لأف إكس يساوي الأربعة لأن هن هدول الإكس واحد والإكس اثنين هي فواصل نقاط تقاطع الخط البياني للدالي مع المستقيم وي يساوي الأربعة يعني أنا إذا حلت حل مشترك للمستقيم وي يساوي الأربعة مع fx التي تساوي 2x على x ناقص واحد للتربية إذا بدي حلوا الحلا مشتركا لاحظ رح أحصل على المعادلة fx يساوي الأربعة بالمساوات تحل المعادلة fx يساوي الأربعة مش هان أحصل x1 و x2 لاحظوا طلاب 2x على x ناقص واحد للتربية يساوي الأربعة خلونا نحلها مع بعضنا مش هان نحصل على x1 و x2 جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين 4x ناقص واحد للتربية يساوي 2x بدي فك المطابقة ودخل 4x مربع ناقص 8x زائد 4 ناقص 2x يساوي 0 حصلت على المعادلة 4x مربع ناقص 10x زائد 4 يساوي 0 هدول الاكسات رح يكونوا x1 و x2 بحلها عن طريق المميز دلتا دلتا يساوي بي مربع ناقص 4 ac 10 للتربية 100 ناقص 4 ب 4 ب 4 ناقص 64 والتي تساوي 36 اكبر من الصفر للمعادلة حلين الحلين هنو الاكس واحد والاكس اتنين الاكس واحد رح يكون ناقص بي زائد جذر الدلتا على اتنين يعني رح يكون ناقص ناقص عشرة يعني عشرة زائد جذر الدلتا 6 على اتنين بأربعة تمانية عشرة زائد 6 16 على اتنين معناته اتنين اول حل هو باتنين الاكس اتنين ناقص بي ناقص جذر الدلتا يعني عشرة ناقص 6 على تماني عشرة ناقص 6 على تماني عشرة ناقص 6 أربعة على تماني يعني نص معناته الاكس واحد من خلال الرسم البياني رح يكون النص والاكس اتنين رح يكون اتنين معناته حلول المتراجحة طلابنا حلول المتراجحة هي نقاط المجال من ناقص لا نهاية حتى النص المغلق لماذا أخذت المجال المغلق؟ لأنه إشارة التراجح أصغر أو تساوي اجتماع من النص المغلق حتى اجتماع من الثاني المغلق حتى الزائد ما لانهان إذن كيف أحل متراجحة بيانيا؟ فكرة الحل إيجاد علاقة تربط المتراجحة المعطات بFx انطلقنا من المتراجحة المعطات قسمنا الطرفين على X-1 للتربية بدي أصنع من المتراجحة المعطات قاعدة الربط قسمت الطرفين على X-1 للتربية ضربت ب2 قمت حصلت على المتراجحة Fx أزر أو تساوي الأربعة يعني هاي المتراجحة نفسها هاي حلول المتراجحة المعطات نفسها حلول المتراجحة Fx أزر أو تساوي الأربعة من هي حلول المتراجحة Fx أزر أو تساوي الأربعة؟ هنه فواصل النقاط إكسات نقاط الخط اللي صورهن أقل من أربعة وين الإكسات اللي صورهن أقل من أربعة برسم المستقيم ويساوي الأربعة نقاط الخط هدول هنه اللي بيكونه تحت الأربعة وين فواصل هن؟ من ناقص لا نهاية حتى الـ X1 اجتماع من X2 حتى الزاد لا نهاية من هو الـ X1 ومن هو الـ X2 هنه حلول المعادلة Fx يساوي الأربعة هدول نقاط فواصل نقاط تقاطع المستقيم ويساوي الأربعة مع Fx ساويتهم حليت المعادلة حصلت على X1 والX2 وحصلت على حلول المتراجحة بهذا أكون قد حليت المسألة الثالثة من مسألة دراسة تغيرات الدواء الكسرية الحدودية